لبى قادة أوروبا جميعا دعوة الرئيس الفرنسي لمسيرة جمهورية التي سيشارك فيها مئات آلاف الفرنسيين رفضا للعنصرية والإرهاب ولعلها المرة الأولى التي يحتشد فيها هذا الكم من الزعماء الأوروبيين للتأكيد على التضامن ودفاعا عن حرية الرأي حسب المسؤولين الفرنسيين الرئيس فرانسوا هولند قال إن الذين نفذوا الأعمال الإرهابية لا يمتون بصرة للدين الإسلامي ودعا جميع الفرنسيين إلى الوحدة من قام بهذه الأعمال الإرهابية العنيفة هؤلاء الإرهابيون هؤلاء المتطرفون لا يمتون بأي صرة للدين الإسلامي الحنيف وكانت قوات الأمن الفرنسية قد نفذت هجوما أنهى عمليتي احتجاز الرهائن فقتل الشقيقان شريف وسعيد كواشي الذين شناء الهجوم على مقر شارلي إبدو وفي عملية الاحتجاز الثانية في المتجر اليهودي قتل خمسة أشخاص وسقط أربعة جرحى حالاتهم خطرة كما قتل مهاجم واحد هو أحمد كوليبالي ولاذت شركته حياة بوميدي بالفرار الحصيلة النهائية لثلاثة أيام من الرعب والهجمات في العاصمة الفرنسية بلغت سبعة عشر قتيلا وعشرون جريحا لكن الرئيس الفرنسي أشار إلى أن التهديدات لا تزال قائمة وهو ما يطرح أسئلة حول عدد المسلحين المشاركين في مجمل هذه الهجمات فرنسا تعي أنها لم تنتهي بعد من التهديدات التي تواجهها إذن أدعوكم للحضر والوحدة والاستعداد الأخوان كواشي منفذاء الهجمات من مواليد فرنسا وأصول جزائرية وكانا في قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية وهو ما يطرح تساؤلات عن فعالية هذه القوائم سعيد كواشي الأخ الأكبر درس بجامعة الإيمان في اليمن ثم التحق بمعسكرات لتنظيم القاعدة هناك قبل أن يعود إلى فرنسا